الجنة والله يا احباب حلوة جدا جدا تستدعي منك انك تضحب كل شيء في الدنيا عشان تفوز بالجنة لان هي دي الحياة الحقيقية نعيم الجنة نعيم دائم مالوش اخر شوف يقولك كل عيات القرآن خالدين فيها ابدا ان انت تفضل في الجنة ايه مش سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا الف ولا الفين ابدا الابدين النعيم الدائم هو النعيم الحقيقي كل نعيم منقطع مش نعيم بيزول والعذاب الدائم هو العذاب الحقيقي النار يا احبابي احنا ما نستحملهاش النار ما تستهلش منك ان انت تتبع شهواتك لانك مش تتحملها اوعى تكون مش عارف يعني ايه نار اوعى تكون غافل يعني ايه نار يعني ايه نار نار يعني الله عز وجل اوقد عليها الف سنة حتى بيضت الف سنة حتى احمرت الف سنة حتى سودت تعارف يعني ايه نار يعني وقودها الناس والحجارة مدت اشتعال النار البشر والحجارة انت تستحمل كده تعارف يعني ايه نار يعني بكاء وعويل وصراخ يا مالك ليقضي علينا ربك يقول ايه انكم ماكسون تعارف يعني ايه نار يعني نار لا تشبع من البشر دائما تقول ايه هل من مزيد النار بتحتقن وبتغلي وبتقطع في نفسها عايزة بشر مشان يتحمل النار والله وده يخليك ايه ترجع تتوب الاية او الركعة الثانية حتى شوف التوبة سمرتها دنيا واخرة يعني في الاخرة بتفوز بالجنة طب في الدنيا شوف الاية اللي قرأها ابننا حزيفة فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا امره استغفر انه كان غفارا شوف في الدنيا مش في الاخرة يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا شوف لو انت عايز تبقى من السعداء في الدنيا جدد التوبة لله الخير هيجيلك من حيث لا تذري ولا تحتسب حتى لو لمسش الخير بايدك هتلمس البركة بتاعته سواء في اولادك في فلوسك في اتجارتك في معاملاتك كل دي سعادة في الدنيا ايه بقى اللي يمنعنا من التوبة تعارف اكتر حاجة الشيطان بيضحك علينا فيها يوم يقولك ايه يا عم انا اتوب انا ناوي اتوب طب امتى اما استعد هتستعد امتى اما خلص بس الايه الزنب اللي انا بعمله ده الجزئية اللي انا ماشي فيه هدية مش هينفع هتوب الى الله عز وجل وانا بالشكل دوت يقوم دايما الشيطان عمال يقولك التسويف اكبر مصيبة احنا بنوع فيها التسويف انا هاتوب هاتوب ايه لو ما توبتش مش هاتوب مدام حطتها يبقى حط جنبها لا على طول ها هتجر لا لا يعني ما فيش توبة مش توفق للتوبة تعارف ليه احنا في حاجة لازم نعرفها ان النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا خط الاجل حوالينا مربعا احنا الانسان ده عبارة الاجل بتاعه مربعا بيحيط به من كل جانب اي وقت كده كده هتموت مفيش حد يقدر يقف دولة يقول انا مش هموت مفيش انك ميت وانهم ميتون يبقى انت عارف انك هتموت وموكن بذلك طب لما انا عارف ان انا هموت ما بصلحش من نفس دي ما بقربش من ربنا دي هقولك ليه لان خارج زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا كده خارج من المربع ده خط طويل رح قطع المربع وماشي على طول مالوش اخر ده اسمه ايه خط الامل دي المصيبة بتاعتنا خط الامل تلاقي الواحد عنده عشرين تلاتين سنة وعايز عنده احلام هيحققها في تلتميت سنة عشان يحققها تلاقي هو هو نفس الشخص بعد اللي عنده تلاتين سنة بقى عنده خمسين سنة برضو الاحلام عايزلها تلتميت سنة طب هو هو الشخص عنده ستين وسبعين سنة برضو الاحلام تلتميت سنة لان خط الامل ايه مفتوح يبقى انت علشان فصلح من نفسك لازم تقطع خط الأمل ما أقولش أنا أتوب بكرة ولا بعده ولا بعده إم تقول أنا أتوب لما يقع دعوة التوبة في قلبي ما استناش ما استناش بقى وأقول بعدين النهاردة نحن بنتكلم عن التوبة يبقى واجب علينا كله وأنا كمان منكم من ضمكم يعني كلنا واجب علينا أن نجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى مش هتضمن حدش ضمن أجله يمكن أنا أشرت سريعا في الخطبة ولما قلت أين أنت من رجل قطرة 99 نفسه عارفين إحنا القصة كلها الراجل ده عمل إيه الراجل ده واتراح لعالم قال له أنا عايزة توب قال له أخرج من البلد دي روح بلد تانية صح الراجل ده خرج من عند العالم وهو مستقبل البلد التانية وهو في نص الطريق ميت زي ما احنا عارفين القصة طب لو الراجل ده قال إيه بقى لا إن شاء الله أنا أروح البلد تاني بس أزبت حساباتي بس هنا كده هصفي المعاملات بتاعتي كده صح اللي احنا بنعمله كان حصله إيه كان مات فين في أرض المعصية ولو مات في أرض المعصية أخذته إيه ملائكة جهنم لكن هذا الرجل اتخذ قرار واضح وصريح وتحرق الدوافع التوبة في قلبه فنجا انت بقى تضمن أن انت يجي عليك بكرة ما تضمنش واحد فينا يموت بكرة ما نعرفش من هو بس لو انتفع بالكلام هيبقى من الفائزين ما انتفعش من الكلام هيبقى من الخاصرين لو أنت محتاج تاخد القرار مدام الكلام وصل لقلبك صار حج عليك وحج علي نحن نتوب إلى الله تبارك وتعالى أخر حاجة يعني برضو الشيطان يقولك أنا مكسوف مكسوف من ربنا ليه؟ يقولك ما أنا توبت قبل كده وبعد كده رجعت تاني توبت قبل كده ورجعت تاني توبت قبل كده أنا مكسوف بقى مش هفضل بقى رايح جاي أنا هستنى ده اللي بيحصل معانا جوانا من الشيطان أنا هستنى بقى لما توبت قبل ما ارجعش بعدها تاني مش ده اللي الشيطان بيقول لنا أنا عايزة طمناك شوف حديث زاعتبرو الهدية بتاعت اللقاء بتاعنا دوت والله يعني ايه يعني كلام ما شاء الله يريدنا انتفع به شوف حديث قدسي صحيح ورد عند أصحاب لا دعا في الصحيح أن النبي عند البخاري المسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسية عن رب العزة قال الله عز وجل أزنب عبدي زنبا فقال اللهم اخفر لي شوف واحد ويعفي زنب وقال لي رب تبتق ليك قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ الزنب ويغفر الزنب قد غفرت له يبقى ويعفي الزنب ربنا تابع عليه طب رجع تاني زينه هو حل نحن تاني مرة نفس الزنب ورح ويعفي تاني برضو حس بالندم قال اللهم اخفر لي قال الله تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالزنب قد غفرت له بس رجع تالت مش تالت بقى مش هنعضي للحديث مش ههدي بقى تالت ورابع وعاشر والف والفين فقال الله عز وجل في السالسة علم عبدي الليل هموت على توبة مط الصبح هموت على توبة كل مغلة تستغفر كل مغلة تستغفر استغفر 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 ايه اللي بتقوله ده اه والله تعرف البخاري ومسلم النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تمله انت بقى بقى ايه زهقت قلت يا رب اذا انا الف مرة اتوب وما ارجعش وارجع اتوب وارجع اتوب وارجع لا 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 ربنا مش يمل ان الله لا يمل حتى تمله ياريتني جدد التوبة الى الله عز وجل نخرج من المسجد واحنا مستقبري رمضان بتوبة اسأل الله عز وجل ان يجعلني وياكم من الذين يستمعون القول فيتابعون احسن اللهم اغفر لنا زنوبنا توب علينا يا رب من الزنوب والمعاصي اللهم اقبلنا اليك تائبين اللهم اقبلنا اليك تائبين اغفر لنا زنوبنا كفر عنا سيئاتنا سبحانك اللهم بحمدك اشهد وان لا اله الا انت استغفرك واتوب عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته